بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا بكم من جديد معكم احمد الجرنوسي وان شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض اسرع وافضل طريقة لحرق ويندوز على استوانا بدون استعمال البرامج الكبيرة ده عن طريق استعمال اداة او برنامج صغير اسمه بيرن سي دي سي سي اللي احنا شايفينه قدامنا ده برنامج صغير جدا حجمه 144 كيلو بايت مجرد اداة بتحرق اي ايزوهاية او اي ملف مدغوك كده على الاستوانا فطبعا دي نسخة الاستوانا اللي عايزين نحرقها اه دي استوانة ويندوز سيفن 64 بيت ودلوقتي انا حاطت استوانا طبعا فاضية اه حجمها اربع جيجا وشوية علشان طبعا الاستوانا هنا عندي تلاتة جيجا واثنين من عشرة يعني تلاتة جيجا وشوية تقريبا فهنبدأ بحرق الاستوانا بتيجي تشغل البرنامج ده كده كليكي من عليه وبتختار منه بعد كده بيزهر لك الوندو دي بتدوس على براوس بادوس براوس ادي ده ما كان الاستوانا ادي الاستوانا اهي وقول له اوبن فمن غير ما بعلم على حاجة بتكون بس معلم على علشان يخرج الاستوانا بشكل تلقائي بعد ما يعمل عملية الحرق بنجاح بدوس على ستارت خلي بالك انك لما بدوس على ستارت بيفتح ال سي دي تمام او يفتح ال دي في دي بتاعك انا كده دوس طبعا دلوقتي فتح لل دي في دي في دي فبادوس اوكي وبعد كده بدخل السي دي هاية وبعد كده بدوس على اوكي فكده هو بيقرى بيشوف ال دي في دي هاية اه فاضية ولا لا لو لقاها فاضية بتتم عملية الحرق لو ملاقاش فاضية بيجيب لك رسالة برضو بيقول لك دخل استوانا فاضية فهنشوف ده دلوقتي اول ما تظرينها اول علامة اعرف انه بيتم عملية الحرق بنجاح على الاستوانا زي ما احنا شايفين بدأ معايا جاب اول علامة فكده عملية الحرق هتتم بنجاح ان شاء الله والاستوانا فاضية ما تفعاش اي مشكلة كل اللي عليك انك تستنى يخلص تقريبا بياخد بتاع خمس داي او على حسب سرعة الدي في دي بتاعتك بتتم عملية الحرق بنجاح وطبعا الطريقة الافضل من كده انك تحرق الويندوز على فلاشة بيكون اه اسرع طبعا في عملية التسطيب من الاستوانات اللي حابي بيشوف الطريقة برضو هسيبه لكم في الرابط موجود تحت الفيديو كنت عملت شرح برضو قبل كده لشرح طريقة تحميل وتثبيت ويندوز تمانية فاصلة واحد اللي حابي بيشوف الطريقة برضو هسيبه لكم في الرابط الوصف اللي موجود تحت الفيديو على طول ان شاء الله ولو كان عندك اي استفسار او اي اقتراح بخصوص الموضوع ده واي موضوع تاني سيب لينا رد في التعليقات الموجودة تحت الفيديو او كلمني من خلال صفحة تكنو عربي على الفيسبوك وانا دايما بتابع التعليقات وبرد على الرسالة باستمرار ولو اول مرة تشوف الفيديو من خلال قناة احمد الجرنوسي ياريت تدوز سبسكرايب او اشتراك للقناة علشان تكون على الطلاع بكل جديد من عالم البرامج والشرحات الجاية الخاصة بالقناة وبموقع تكنو عربي واشوفكم في درس جاية ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته